اشتركوا في القناة هلأ ذهبنا؟ طبيعا هل أنت بخير؟ نعم تشعرين بالبرد؟ قليلا ما الأمر؟ ربما تأذى كاحلي دعيني أرى لا، لا بأس أشعر بتحسن أنت بخير؟ تريدين أن أحملك؟ اتكئ علي لا، هذا ليس مهمة ما الأمر؟ لا تقولي أنني أشعلك تتودرين الخندرو علينا أن نجفف أنفسنا لا يمكن أن نبقى هكذا آه، دفتر مواعيدي آه، أمر محزن، إنه مبلل تدين لي بواحد؟ كيف أدين لك بواحد؟ هل أنا من قام بدفعك؟ أظن أنك لو حاولت إقافي لما سقط لهذا أتى المسؤول أود أن أتابع الحديث معك ولكن يبدو أنك تشعر بالتعب من الرحلة قليلا، لكنني سعيد لأنني مع ماريبيل إذن سنتناول الغداء معا في نادي الجولف تصبح على خير تصبح على خير؟ عزيزتي أبي أخيرا أصبحنا لوحدنا صغيرتي، صديقتك وقعت مع ذلك الشاب في بركة السباحة روبي، نعم ألحاندرو، نعم هيا بنا هيا كفي عن التجاه كان الأمر ممتعا أنا فقط أشعر بالحراج، انظر كيف يبدو مظهري مظهرك جيد كما أنه يجب أن نخبرهم عندما يصلون بالحقيقة أي أنني تفعتك لكي ألقضك بعدها نعم، كنت محقا كان ذلك خطأي أنا أسوأ من تلك المعوقة ماريبيل المعوقة؟ هكذا تصفين صديقتك الحميمة؟ أقصد أنه ليس سهلا بالنسبة إليها أنت تهزئين منها كيف يمكنك قول ذلك؟ روبي، ماذا جرى؟ كل ما في الأمر هو أنني تعثرت فحاول ألخاندرو مساعدتي وسقطنا معا نعم أحضرت لك أكبر من شفة عندنا لكي تغطي نفسك بها، غطي نفسك يجب أن تبدلي ملابسك وإلا ستمردين، هيا ظننت أنك رحلت في حين كنت تلعب مع روبي في حوض السباحة في هذا الوقت؟ هكتور، لا كان حادثا لا أريدك أن تمردي أبدا، نانا أرجوك أحضر بورنوسا لروبي حاضر صغيرتي ماريبال، أبسدت عليك أم سياتك لا تقلقي، لماذا لا تأخذ حماما؟ ستنتظرني عائلتي، لماذا لا أنام هنا بدلا من ذلك؟ نعم، اتفقنا حسنا، سأتصل بجارتنا لتخبر أمي بالأمر، أرجوك قولي لهم وداعا عني سوف أفعل هل ستنتقلين للعيش معنا؟ في الحقيقة ليست فكرة سيئة، سأسأل ماريبال وهي ستسأل والدها، وهو كما تعلمين لا يرفض لها الطلبة لولا ماريبال، لكنت الآن مطرودة من الجامعة، لذا آمل في أن تكون ممتنة لمساعدتها آه نعم عزيزتي بانشيتا آآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآًآآآآآآآ سيدة لولا آذريني على الإزعاج، أريد أن أطلب منك معروفا روبي أنت لم تعود بعد إلى بيتك؟ لا، رجاءً أخبري أمي بأنني سأنام عند صديقتي ماريبال آيات صديقك؟ هي تعرف عمن أتحدث، أرجوك أوصل الرسال كما قلتها لك، من دون حاذ أو إضافات عند صديقة نعم بالتأكيد تلك الفتاة واقحة جدا إنها ساخرة لا تخجل أرجوك مريبال قل وداعا لروبي عني لو سمحتي حسن هكتور سنتظرك في الخارج تسبحين على خير ولو أننا سنلتقي بعد ساعات سأشتاق إليك مريبال أنت لا تخفين عني أمرا آخر صحيح لا تهمني مشكلة رجلك لكنني أخبرتك في السابق بأنني كنت أفضل أن تثق بي وتخبريني سامحني كان علي أن أخبرك لكن لا يوجد عندي أي أسرار أرجوك لا أريدك أن تفكر بأنني أخفي عنك شيئا حسنا المهم أن لا يحصل أمر كهذا مجددا أبدا أنا أعيدك عمريبال كم أشعر بالسعادة لأني بالقرب منك أخبريني هل بائق أن تتصل روبي في وقت متأخر لتقول إنها لن تأتي لأنها ستنام عند صديقتها قالت هذا؟ نعم قالت إنها برفقة صديقتها مريبال وكما تعلمين لم يرها أحد قبلا عندما كنت صغيرة كانت الفتاة المهذبة لا تنام خارج منزلها شش أخفيدي صوتك أنا أرشوك لا أريد أن تقلق أمي عليها فصحتها لم تتحسن سيأسوء وضعها أكثر بسبب تصرفات شقيقتك هذه المرة سوف تشرح لي الأمر احذري ماذا تفعل شقيقتك فأنت تعرفين المثل أنا أخطط وأنت أكشف الحقيقة كنت مباللا تماما أعتقد أن الأمر كان يستحق ذلك لاحظت أن جسم روبي جميل جدا تخيلت شعورك وأنت تقترب منها اكتور روبي فتاة فتاة جذابة جدا جذابة جدا إذا أثرت بك لهذه الدرجة اسعى وراءها ألا تريد أن تتعرف إليها أكثر يا رجل يريدنا أن نلتقي في نادي الجولف لم أستطع نهما بسبب سروري لأنه أصبح قريبا مني نمت كالملاك في الواقع أنت محظوظة لأنك تقابلين هيكتور إلى جانب أنه متفاهم جدا معك تصرف بتهديب كبير مع أبيك على العشاء متأكد أنه أحبه لا تكون متأكدة فهذا الأمر يجعلني أشعر بالأحباط لا أريد أن يشعر بأن أبي يختبره دائما عليك أن تتفهمي والدك إنها المرة الأولى بالنسبة إليه نعم وأنت متى تقررين مواعدة أحد لن أصدق أنه بالرغم من هذا العدد الكبير من الشبان لم تقع في الحب لا إن هذا النوع من الحب الرومانسي الذي تعرفينه ليس الطريقة المثالية التي ترضيني أتحدث هكذا لأنني لم ألتقي بعد بإنسان مميز مميز أمي أخيرا أنهيت خطوة أخرى من خطوات مهنتي وها قد عدت الآن لا أعرف متى سأعود إلى مريدة لكنني آمل في أن يحدث ذلك قريبا لا تقلقي سأتصل بك نعم قبلاتي الحارة لكي ولوالدي قل له إنني أحبه ودعم ماذا لن تذهب لزيارة عائلتك؟ لا إنني أطوق لأن أكون معهم لكنني لا أستطيع الذهاب قبل أن أعرف ما سأفعل أريد أن أعلم أين سأعمل سوف أذهب غدا إلى مستشفى وينفنتورا يجب أن أنجز أمورا عدة متعلقة بمستقبلي على كل وصلنا لتوين أرجوك خذي الأمر ببعضها لا ولكن ما العمل أنت تعلم أريد أن أكون طبيبا أرجوك أنت مخطئ فالشغف هو ما يشعر به المرء تجاه امرأة أعترف بأنك معجب بروبي نعم نعم تعجبني تعجبني كثيرا وأنت تعلم أنني لا أقع في الحب بسهولة لكن روبي روبي فتاة جذابة جدا والحقيقة أنني لم أشعر عكبا من قبل أعتقد أن فتاة مثلها تجعل الرجل يفقد عقله تماما أحلا ماما كيف حالك الآن؟ أفضل عزيزتي متى وصلت روبي البارحة؟ أين هي؟ جاءت سيدة لولا لكي تخبرنا بأن روبي اتصلت لكي تعلمنا بأنها ستنام عند صديقتها ماريبال لم تخبرني شيئا ولم تطلب الإذن حتى آه لابد من أن أمرا قد حصل معها سوف نطلب منها أن تعطينا رقم هاتفي ماريبال لنلتقي بها أليس كذلك؟ ظننت أن أليخاندرو سيأتي سأسأل هيكتور عنها لا لا تسألي سأقضي وقتا ممتعا في كل الأحوال تعالي إلي سأعلمك لا 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 أنا لن ألعب آه لماذا أنا أستاذ جيد؟ تعلموا هيكتور لا أستطيع هذه ليست مشكلة تعالي معي لكن أرجوك لا تضغط عليها لما لا تعلمني أنا ريثما تقرر ماريبال أن تتعلم نعم حبيبي علمها سأعود بعد قليل حسنا ماذا علي أن أفعل؟ انظري خفيها يا رأعطني العصة تفضل تثبتين نفسك أمام الكرة؟ وتمسكين العصة بيدك اليسرى وتضعين عليها يد اليمنى حسنا يجب أن يكون وركاك جاليسين ولكن كيف أضربها؟ حسنا سوف أشرح لكي لم أكن أنوي أن أتركك بمفردك مع فتتين جميلة تهين تفضل لا تدعني أبدو سيئا بنظري روبي دعها ترى معلمتك إياه جيد تعالي معي دعيني أقوم بذلك سأشرح لك الأمر انظري إن موقع اليدين مهم جدا يجب أن تكون القدمان موازيتان دائما للكتفين ويجب أن يبقى الورك ثابتا دائما والكتفان فقط هما لذان يتحركان هيا لنجرب آه فشلت يمكنني أن أكرس الوقت الذي ترغبين به لكن قبل ذلك لدي مفاجأة لكي برناردو ماذا؟ هذا ما طلبته مني دفتر الموعيد كتبت مسبقا موعدك الأول ومتى الموعيد؟ اليوم اليوم معي ماذا كتبت؟ هل كتبت أنني أخذ دروسا في الجولف؟ كتبت أنه يجب أن تخبريني عن صفات الرجل الذي ترغبين بأن يكون حبيبكي أتريدني أن أكشف أسراري؟ نعم سيسعدني ذلك هيا القدماني والورك الأمر بسيط جيد آه أحسنتي نشكل فريقا جيدا سأتسلى بالحسب والطعام وأنت تنجيز العمل ماذا بينك وبين إنجريد؟ ماذا تعني؟ لا تدعي أنك لا تفهم رأيتك ما معا وماذا في ذلك باكو؟ أنت تعرف أنني لا أبقى مخلصا لفتاة واحدة فإذا رغبت إنجريد أو لورينا أو حتى حبيبتك روبي بإقامة علاقة حميمة معي فأنا مستعد اسمع لا تعبث مع روبي ولماذا؟ فهي لا تحب أحدا وهي لا تهتم بك وأنت بطيء جدا لو كنت مكانك لقبلتها إياك أن تجرب أنت لا تعني شيئا لروبي تابع العمل قد نناقش ما أنت مهتم به لكن بعد أن تعلمني الجولف سوف أبذل ما في وسعي لتتعلمي بسرعة اسمع هل هذا دفتر إلكتروني؟ كيف؟ أتمنعين لو كان غير ذلك؟ حسنا يمكنك عند إذن شراءه فهو حديث روبي لا أعلم فهو بالنسبة إلي مجرد دفتر مواعيد يجعلني تعليقك أشعر بأنك لا تهتمين إلا بما هو باهظ الثمني وعصري لأن المال ليس متوافرا دائما لكن هناك أشياء أكثر أهمية من المال روبي أه نعم تقول ذلك لأنك لا تهتم بشكل ناديا أقول ذلك لأن هذا هو رأيي هاي تنحوا جانبا لأن مريبال قررت اللعب معي حظ الموفق المريبال شكرا هنا أمام الكرة هيا هيا أحسنتي أتيت لأطلب منك خدمة المهم أنها لا تتعلق بالمال كريستينا اجلسي أدخلي أدخلي أريد أن أطلب منك أن تخبري أمي في حال سألتك بأنه عندما كنت معك اتصلت روبي لكي تخبرنا عن مكانها لا تقول إنها لم تأتي بعد آه لا أمي مريضة لأنها تقلق عليها إنما يحدث ليس جيدا كريستينا أنت تعملين بجهد وكاد وتعتنين بأمك المريضة بينما هي تتصرف بهذه الطريقة الغريبة من يعرف مع من تخرج أخبريني أخبريني هل تواعد روبي أحدا في الواقع أنا لا أعلم يجب أن تعلم كريستينيتا لأنها على الأرجح تواعد أحدا ما لا تريدك أن تلتقي تعرفين كيف هن الفتيات هذه الأيام أنا سعيدة لأن هيكتور أقنعها بالمحاولة ليست سيئة لا تطبي لا كل ما في الأمر أن بعض المعوقين يضعون حدودا لنفسهم بسبب الخوف أحيانا تقوم عائلاتهم بوضع الحدود وهذا ما يمنعهم من القيام بجميع الأشياء وليست الإعاقة أحقا؟ إن الموقف عامل فاصل وقد يشكل فارقا بين إعطاء المريض فرصة الحصول على حياة عادية ببطء؟ نعم ببطء أرأيتي كم كان الأمر سهلا؟ أخاف فقط من أن أفقد توازني ستعطيني عذرا مثاليا لأضمك بين ذراعي وأهدئك بقبولاتي هيكتور ماذا تفعل؟ لا تستطيع ابنك اللعب بابا هيكتور شجعني وقد نجحت أنا سعيدة حسنا هذا يكفي لليوم لنتناول الغداء هيا بنا اسعد إلى السيارة ليس جيدا أن تمشي طويلا حسنا أستطيع أن أصعد جبلا مع هيكتور أرأيتي؟ ما يمكن أن يفعله الحب؟ إن هذه الأشياء مهمة جدا بنظري هل أغرمت يوما ما بهذه الطريقة؟ أود أن أبني علاقة جميلة كعلاقة ماريبال مع هيكتور اسمعي أمي يمكنك الإطمئنان على روبي اتصلت الآن عند السيدة لولا متى ستعود؟ لم أسألها ولكنها لن تتأخر أخبريني أهذا صحيح؟ أم أنت ببساطة تكذبين علي؟ هل أنتم صديقان منذ الزمن؟ نعم منذ أن كنا في المرحلة الثانوية لا في الحقيقة أقدر صداقتنا كثيرا فأنا ليس لدي أخن علي خندر هو بمثابتي أخ لي هكذا هي علاقتي بالماريبال أمل في أن لا تمانع في توصيل ابنتي وروبي إلى منزليهما بالطبع لا سيئي ما رأيك لو نتناول كأسا هيكتور؟ أتصل بك لاحقا أرجوك إعتني بها لا تدعي لأن تقول ذلك ما سأفعله الآن هو توصيل ماريبال أولا شكرا سنستفيد بوقت أطول للتحدث معا أجل ماريبال تفضلي شكرا بالإذن تريد التحدث معي لأنك لست راديا لأنني قمت بتشجيع ماريبال على لعب الجولف نعم سعيد لأنك أدركت ذلك اسمع سأكون صريحا جدا معك ابنتي أغلى شيء عندي في هذه الدنيا أفهمك لكنك بالكاد تعرفني وأنا لن أستطيع إيذاء هذا أفضل لك وإلا فإنني لن أسامحك مضى على علاقة بماريبال ستة أشهر وقد انسجمنا مع بعضنا على الأرجح عبر الإنترنت يجب أن تتعرف إليها بشكل أفضل إن مشكلة رجل ابنتي جعلتها حساسة حساسة أكثر وسريعة التأثر أنا أراها من منظور مختلف أراها قوية وتتمتع بالصبر لكي تتأقلم مع إعاقتها هذا لأن إعاقتها بالتحديد تجعلها بحاجة إلى المزيد من العطف والانتباه أتنوي أن تمنحها ما تحتاج إليه كيف لا وأنا أحبها طبعا في عمرك ترى الحب أنه شيء رومانسي جدا لكن المشاكل اليومية تعكر الحياة اسمع إنني اعتني بها منذ سنوات ومع أنها تحي حياة طبيعية تقريبا لا يمكننا أن ننكر أنها أنها مختلفة ليست مختلفة بالنسبة إلي وأعرف أنه ليس من السهل عليها أن تتعامل مع مشكلتها إنه أمر صعب لكي لينا فأنا كنت أقود السيارة عندما حصل الحادث فقدت هي أمها وأصبحت عرجاء للأبد صغيرتي أبعد هذه الأفكار المخيفة في الحال من الجيد أن والدك يتحدث مع هيكتور فهكذا سيقتنع بأن هذا الشاب مناسب لك ماذا لو حصل العكس أنا أنا لم أخبرك بمجرى لكن بابا كان مستاء جدا لأن هيكتور علمني القولف أوه هل لعبت الجولف؟ لماذا؟ لا صغيرتي لا تقوم بمثل هذه الأشياء قد تقعين ولكن لم يحصل لي شيء ليس من المفترض أن تقوم بهذه الأشياء ماذا كان سيحصل لو تأذيت ألا تدركين؟ كنا سنأخذك إلى المستشفى واو يا لها من سيارة سيارة من هذه؟ كنت أعلم كنت أعلم كنت أعلم كنت أعلم كنت أعلم كريستينا 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 ماذا حصل سيدة لولا؟ وصلت أختك بسيارة لكن ليس مع صديقتها بل مع رجم ماذا؟ إذن تعيشين هنا؟ يزعج كذلك؟ مع أن المال ليس أساسياً في حياتك لا ليس أساسياً أصحح ما أخبرتني به في السيارة أنك لن تواعد شاباً فقيراً لأن الحب وحده لن يشتري لك الطعام بأي حال، متى تريدني أن أسجل لك الموعد المقبل؟ لا أعلم بما أنك لا توعدين رجلاً فقيراً أنا لا أواعد فتاة استغلالية عندما تقتلون ruقاً أمثلاً سيكياتي وأوثي تفعلها أمثلاً سيكياتي أمثلاً على المناطق أمثلاً وأمثلاً أمثلاً أمثلاً لأن الحب